لا يزال ملايون العراقيين يرزحون تحت خط الفقر على الرغم من الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم فهو يمتلك نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط وتسعة في المئة من الفوسفات فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى مع تلك الثروات الكبيرة والموارد البشرية الهائلة يعاني العراق انهيارا اقتصاديا كبيرا ويعيش نحو 40% من شعبه الفقر والتشرد في ثنائية متناقضة قل ما تجدها في بلد آخر مراقبون يرون أن الفساد الذي يدب في كل مكان وينخر الاقتصاد المتعثر منذ عام 2003 يعد واحدا من أهم أسباب الفقر في العراق فضلا عن العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظات المنكوبة وما رفقها من قتل واعتقالات وتهجير قسري فاقم من ترد الوضع الاقتصادي بشكل عام حكومة الكاظمي مستمرة باقتراض الأموال لسد العجز دون توفير البديل وعمليات غسيد الأموال وتهريب العملة الأجنبية مستمرة أيضا والخسائر المالية من جراء عدم مواجهة الفاسدين بلغت أكثر من 250 مليار دولار بحسب التصريحات الرسمية لوزارة المالية الحالية وديون خارجية وداخلية تخطت حاجزة 130 مليار دولار في بلد ملفات الفساد فيه ليس لها نهاية البنك الدولي وصف القطاع الخاص في العراق بالمريض بسبب الفساد الحكومي وابتزاز الميليشيات للمستثمرين العراقيين والأجانب ومطالبتهم بدفع أموال طائلة كانت وراء تعثر الاستثمار وإيقافه في العراق بحسب موقع المونيتور الأمريكي والذي أشار إلى أن معظم المستثمرين اختاروا الانسحاب من المشاريع وأنه تم تعليق أكثر من 6000 مشروع بين عامي 2008 و2019 التخبط الحكومي في إدارة الدولة في ظل نظام المحاصصة الطائفية وسلطة الأحزاب وميليشياتها لا سيما الملف الاقتصادي سيقود العراق إلى الإفلاس والمزيد من الفقر وباعتراف لجنة النزاهة النيابية فإن العراق لا يدار بنظام مؤسساتي بل الجميع يبحث عن مصالحها ترجمة نانسي قنقر